تسودالي يواصل تألقه بهدف جديد في الدوري البلجيكي أمام ستانداردوليج مدرب فالنسيا يقدر قيمة أملاح ويكشف مميزاته قبل مواجهة بيلباو واصل الدولي المغربي طارق تسودالي تألقه في الأراضي البلجيكية بعد تسجيله للهدف الثاني تواليا بعد الأول الذي سجله الخميس الماضي في دوري المؤتمر الأوروبي في شباك بريدابليك وزار الأسد الأطلسي شباك ستانداردوليج اليوم في مباراة فوز جينت بثلاثية لهدف ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري البلجيكي الممتاز وتمكن تسودالي من التسجيل في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول مواصلا تألقه حيث سجل لحد الآن هدفين في الدوري البلجيكي وثلاثة في دوري المؤتمر الأوروبي تجدر الإشارة إلى أن فوز جينت اليوم جعله يحافظ على مركزه الثالث في البطولة برصيد 23 نقطة مبتعدا عن الصدارة بخمس نقاط مدرب فالنسيا يقدر قيمة أملاح ويكشف مميزاته قبل مواجهة بيلباو امتدح الإسباني يوروب باراخة مدرب فالنسيا إمكانيات الدولي المغربي سليم أملاح قبل مباراة الفريق الهامة أمام أتليتيكو بيلباو في الجولة 11 من الدوري المحلي واعتبر باراخة في تصريحات صحفية أن أملاح يعد من القطع الأساسية لفالنسيا في خط وسط الميدان ويمتلك مؤهلات كبيرة كما أنه يخلق الفارق دائما عند لمسه الكرة المدرب الإسباني قال أن اللاعب المغربي لديه خاصية اللعب في أماكن متعددة كما أنه يعمل بجد عند امتلاكه الكرة وبدونها إلى جانب قوته في النزال التمع الخصم وتابع باراخة قائلا سليم لاعب يمكنه مساعدتنا في عدة مراكز يمكنه اللعب خلف المهاجم وحتى كلاعب خط وسط بالنسبة لي هو لاعب متعدد المراكز وهو قوي في النزالات وسنستفيد منه اعتمادا على احتياجاتنا جدير بالذكر أن اللاعب الدولي المغربي سليم أملاح كان قد وقع خلال نوسم الانتقال التشتوي للسنة الماضية في كشفات بلد الوليد لمدة أربع سنوات ونصف قبل أن ينتقل معارا لفالنسيا صيف هذه السنة مع أحقية الشراء